شغل على الأرض، شغل دقوب، جهد لا ينقطع في خطة واضحة ومحددة ومحاور دقيقة للعمل من خلالها علشان النتائج يتيجي سريعة وفي نفس الوقت يتيجي دقيقة ويتلبي كل الطموحات اللي الحكومة الجديدة بتضعها أمامها في تنفيذ لتكلفات الرئيس السيسي كل ده في إطار بناء الإنسان المصري الإنسان المصري بناءه بيتم من خلال الصناعة، من خلال التموين، من خلال الصحة، من خلال التعليم عشان كده النهاردة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم كان حريص جداً على متابعة سير امتحانات السنوية العامة الشغل الشاغل لكل الأسرة المصرية في الدور الأول وده من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة النهاردة طلبة العلمي كانت بتمتحن كيميا وطلبة الأدبي كانت بتمتحن الجغرافيا وكالعادة بالامتحان بيخلص كلنا كأولياء أمور بنبدأ نسأل الامتحان كان عامل إيه النهاردة؟ الحمد لله إن الطلبة النهاردة في العلمي قالوا إن الامتحان كويس هو الشكاوى لا تخرج عن شكوتين يعني الامتحان خارج المنهج أو صعب أو الوقت مش كفاية عشان كده النهاردة وزير التربية والتعليم كان موجود في الغرفة غرفة العملات المركزية للوزارة اللي متابعت النهاردة والحمد لله خرج اليوم على خير الوزارة مشكلة لجنة خاصة لتصحيح إجابات الطلاب في وقعة فيديو الغش اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبصراحة يعني هو الفيديو كان غريب شوية وبيعيد إلى الزهان بعض المشاهد الدرامية اللي تم تصويرها في أحد الأفلام يعني خلونا كأولياء أمور بنبص لأولادنا وبنهتم إن أولادنا يتعلموا صح إيه رأيهم في الفيديو اللي خرج النهاردة في محافظة الدأهلية المنصورة في أحد قرى مركز المنصورة الموضوع أكيد أساء أو أثار استياء كتير من الأولياء الأمور اللي حارسين على تربيت أولادهم احنا لما نعمل كده مستنين إيه